موسيقى يبدأ المسلسل بالبطلة وهي بتصور صاحبتها وفجأة بيظهر شاب واسيم جدا قدامها تتصدم من جماله وتقول لصاحبتها شوفي الولد الجميل ده تقول لها صوري بسرعة وتصور وهو ماشي وبعدين وهي بتشوف الصورة تليكن شايفها وهي بتصوره وبيتكسفوا جدا هما الاتنين وبعدين تسألها صاحبتها هو انت ليه ما سألتهوش عن رقمه تقول لها بثقة انا لو شفته تاني اكيد هسأله واخد منه الرقم تقول لها صاحبتها انت كدابة انت بتقولي كده بس بصي وراكي كده وتشوفه قاعد وراها وتقول لصاحبتها انا هروح اخد رقمه وهي ماشية بتغبط في واحد وبطوقة على البطل وتتصدم وهو كمان وتاني يوم تروح نفس الكافيه وتشتري قهوة يقول لها العامل اشتري واحدة واخدي واحدة هدية ايه رأيك؟ تقوله بس انا انا هنا الوحدي يقول لها تقدر تشاركي مع اي حد في المكان يجي بطلنا ويقوله انا هشارك معيها وهي تتصدم وتوافق وهي مكسوفة ويطلب العامل منهم انهم ياخدوا رقم تليفون بعض علشان العرض وكده وهي بتقبل وتكون مكسوفة واهو لما هي تمشي يقول ايوة اخدته ويكون مبسوط جدا ويفتكر لما شافها وهي قادة مع صاحبتها وهو بيرقبها من بعيد وكان بيرقبها من بعيد دايما شايفها وهي بتصور صاحبتها عمل نفسه ماشي قدامها علشان تلاحظوا وكل شوية كان يبص عليها وهو كمان قال للعامل يقولها على العرض علشان ياخد رقم تليفونها وكان مبسوط جدا وتكون وقفة مع صاحبتها تقولها انا رايحة الكافيه تقولها رايحة الكافيه ولا عشان الولد الامور تتكسف جدا وتسيبها وتمشي وتروح هناك وتبص على المكان كله مش بتلاقيه موجود وتحزن انه هو مش هناك وهي بتطلب القهوة بيكون هو العامل اللي شغال بيسألها هو في حد معاكي تقوله لأ وهي مش بصة تتصدب انه هو ويفتكر وهو بيقول للعامل ممكن اشتغل هنا علشان يشوفها كل مرة تروح هناك وهي مكسوفة وتاني يوم تكون عندها انفلوانزا ويكون هو قدامها وبتعتص عليه وتقول ايه ده هو ده انت وتقول في نفسها اكيد القدر بيجمعنا يقول لا خلي بالك المرة الجاية يقول لا انا همشي ويودعها وهي كما انته هدعه لكن بتكون مصدومة لما هو يمشي بتلاقي الميكيش بتاعها طبع على الهدوم بتاعته تجري بسرعة وراه علشان تحاول تخبي على اللي حصل او حتى تمسحه من غير ما هو يحس ويشوفها واحد ماشية وراه بالراحة تحاول تشاور انها مش حرامية يقول لا انا شايفك فجأة البطل بيوقف ويقول لها ممكن اعرف انت ماشي ورايا ليه تتصدم وتقول له هو انت رايح فين يقول لا انا رايح الكافية تقول له ايه ده وانا كمان وتمسكه من ايده وتقول له يلا نروح ساوا وكل شوية وهي قاعدة تبص على المكياج الا على ملابسه يا عيني مش عارفة تعمل ايه تقول الجو حر جدا يقول لها لا الجو حلو تقول له طيب ايه ده انا بردانة قوي يقول لها انت لسه ايلا ان الجو حر تتصدم وتقول بس انا بردانة دلوقتي ممكن استلف ملابسك يبص على ملابسه ويقول انت متأكدة انا لابس واحدة بس تسكت وهي ماشية تفضل ماشية وراه يقول لها اقولي انت ليه بتمشي ورايا كده تقول له مفيش حاجة صدقني وهو بيشرب العصير يجي لها فكرة تروح درباء على طول تحاول تدلق عليه العصير علشان يقلع الملابس او حتى تمسحها يجي صاحبه يقول له ايه ده ده فيه ميكياج على ملابسك يتصدم وهي مش عارفة تعمل ايه تبعد بعيد يمسكها ويحضنها ويقول له ده ميكياج حبيبتي ويدحك وصاحبه يقول له طيب هي باية حبيبتك وهي مبسوطة جدا انه هو قال كده وبعدين بيروح يوصلها البيت ويودعها وهي ماشية يقول لها استني اللي انا قلته في الكافي ده كان حقيقي انا بجد نفسي تكون حبيبتي تتكسب هي ويكون هو مش عارف يعمل ايه ايه اللي قاله ده ويلفه وشي الناحية التانية تقول له استنى وتجري عليه وتقرب منه وهو مصدوم وتقع منه المظلة من ايده ويكون هيغم عليه وبكده بقوا مع بعض وبكده تنتهي دروم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر